شكرا للمشاهدة ومساكم مشاهدين الكرام في هذا العدد الجديد من 60 دقيقة ثلوتة و60 دقيقة حقيقة ضفنا النهار اليوم شخصية سياسية كان يقود حزب سياسي معارض هذه شخصية سياسية صنعت الكثير من المحطات خلال الفترة الماضية قيل وقال هذا الشخصية وقال وقيل عنه الكثير متفق عليه أنه شخصية من بين قوصين تعرف جيدا كيف تمارس السياسة كيف تقرب الأفكار بين السلطة والمعارضة صنع الجدل بأفكاره بخراجاته اليوم أتشرف بقبول دكتور عبد الرزاق مقري زعيم حمص السابق الآن قلوها السابق بقبول دعوتي لبرنامج 60 دقيقة ثلوتة و60 دقيقة حقيقة على الصعيد الشخصي لم أكن أنتظر أنك تقبل دعوتي بكل هذه البساطة أعرف أنه حدث الكثير ولكن شكرا على سعة قلبك وعلى فهمك وكذلك تفهمك لعمل ودور الصحفي شكرا لك دكتور أولا تحية طيبة لك سيبيلا والسادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة لا يوجد سبب لك إلى أقبل الدعوة ربما أنت تشير إلى بعض المناكفات القديمة فأحنا قلوبنا واسعة والسياسة فيها النقاش وفيها الجدالة شي طبيعي وكذلك الوسيط الذي كان بيني وبينك الحصة وشخصية محترمة أخي عتيق محترمة عندك وعندي أنا فأنا سعيد بوجودي معك على كل حال أنت حطيت نفسك تحدي كبير باسم الحصة وهي الحقيقة هل سنستطيع أن نلمس الحقيقة أو نقترب منها سنرى ولكنه تحدي كبير لك ولي هي في الحقيقة يعني أنه أن تصل وتقول الحقيقة المطلقة لا ندعي ذلك ولكن على الأقل نحاول إشارة ونحاول نبحث عن هذه الحقيقة بما يجعل المواطن الجزائري أو المشاهد الجزائري يكون عنده على الأقل صورة عن السياسة في الجزائر أعود بك دكتور عبد الرزاق المقري إلى سنوات وسنوات مضى عندما كنت شاب دكتور وثقف ابن المسيلة هكذا نعم بدأت تمارس سياسة من الجميع بالثانوية بالثانوية يعني الذكرى الأبعد التي أذكرها جيدا أنه مناقشة المثاق الوطني في 1976 كان في عمره في ذلك الوقت ستصنا وكننا في الثانوي بالطبع ناقف وراء الذين سبقونا موجودوا في الساحة السياسية كنا نراهم في طوابير المناقشة المثاق الوطني ونستفيد منهم وكذلك كان في ذلك الوقت النظام السياسي يستعمل المساجد للترويج للمثاق الوطني فكننا نجلس في المسجد ونرى النقاشات التي كانت موجودة في ذلك الوقت وكانت عندنا نشاط كبير في الثانوي في ذلك الوقت لماذا اخترت أن تكون إخواني؟ أولا بالطبع التعريف للإخوان المسلمين ويتطلب كثير من التوضيح أولا الإخوان المسلمين هي فكرة ومنهج له فضل كبير جدا في تحقيق الصحوة الإسلامية التي ساهمت كثيرا مع كثير من الصالحين والمصلحين الآخرين في إرجاع الأمة إلى دينها وإلى ثوابتها بعد أن عامل الاستعمار على محو الشخصية الوطنية والشخصية الإسلامية في كل البلاد التي استعمرت فكان لهم فضل كبير جدا كان لهم فضل كبير كذلك في حرب فلسطين في الثمانية وأربعين كان لهم فضل كذلك في تعليم النش ونحن استفدنا منهم كثيرا والإنسان هو تابع لمن تابع فكريا ومنهجيا من حيث ولا تنسوا فضل بينكم لمن أفاده لحظة نحن نقر بدور الإخوة المسلمين كمنهج وكفكرة في العالم العربي وفي الجزائر ولكن نحن وراء وافدنا كثيرة أولها هو بيال أو النوفمبر الذي صانع شخصيتنا وساقل شخصيتنا قبل أن نعرف الإخوة المسلمين هو نوفمبر نحن أبناء شهداء ومجاهدين أنا شخصيا كنت أسكن في حي العرقوب حي العرقوب لهو حي محمد بوظياف وكان والدي وأمامي وأخوالي يعني كانوا في هذه الشبكة جبت تحرير مع بوظياف وكذلك داخل طورة تحريرية وكانوا كلهم مجاهدين من المجاهدين الموجودة أسمعهم في وزارة المجاهدين بطعبة الحال يعني كل العائلة بكمالها كلها عائلة مجاهدين بالأخوال والأمام ونشأنا على قصص الجهاد وقصص البطولات وكذلك قصص الظلم الاستعماري فكذلك شخصيتنا مسبوغة بنوفمبر وبيان نوفمبر أنا أذكر في 1986 1886 كنا نظمنا معرض الكتاب الإسلامي في الجامعة في جامعة مسيلة أنا الذي كنت أشرف عليه وكان موضوعه هو التاريخ الجزائري والثورة التحريرية الحديث عن المقاومة الشعبية على الحركة الوطنية على الثورة التحريرية في ذلك الوقت في ذلك الوقت الطالبة كانوا لا يعرفون هذه الشخصية السياسية الكبرى ما يعرفوه شكون هو بوظياف ما يعرفوه شكون هو يتحمل ما يعرفوه شكون هو محمد بوظياف لأننا احنا تعلمنا في المدرسة تعلمنا أن نعرف الشهداء فقط في ذلك الوقت بالطبع المشاك السياسية كانت معروفة فنحن كنا نساهم في زرع الفكر الوطني والحركة الوطنية وذلك الوقت لما تتكلم على هذا المعرض الذي الآن صار له سنوات طويلة جدا هذا موجود في الأرشيف أنا في ذلك الوقت كنت درت محاضرة وأنا في عمري 26 سنة محاضرة على الحركة الوطنية وعلى الثورة التحرير دام ثلث ساعات ومستجلي الآن بالطبع زيادة من بين من روافد الحركة الوطنية جمعية العالم المسلمين الجزائرية التي رائدت النهضة الجزائرية احنا في الجامعة في الابتدائي كنا نتعلم على نص مشهور اللي في صورة الشيخ بن باديس هو دير هكذا الشيخ بن باديس رائد النهضة الجزائرية إذن روافدنا احنا كثيرة وهي نوفمبر هذا الانتماء ربما روافد دينية لكن سياسية دينية وطنية وسياسية لما نتكلم على بيان نوفمبر سياسية أنا لما نقول لك أنا متمسك ببيان أول نوفمبر وهو العمل بالأجل دولة جزائرية ديمقراطية شعبية اجتماعية ذات سيادة هذه كم مبادئ هذه سياسية لحنتكلم على دولة ولكن كمصار سياسي مشات فيها الحركة هو مصار تابعا لسياسة الإخوان المسلمين أنا قلت لك من البداية بأنها الإخوان المسلمين كان لهم دور كبير في تشكيل الصح والإسلامية في الجزائر وفي العالم العربي ونحن كنا نشتغل ضمن منج إخوان المسلمين دعني أسألك بين قوسين لماذا فشل الإخوان المسلمين السياسيا؟ الإخوان المسلمين عندهم أخطاء أخوان المسلمين عندهم أخطاء كثيرة أنا أحب أن نسمحها منك دكتور أخوان المسلمين عندهم أخطاء كثيرة ولكنهم لم يفشلوا بمفهوم بفشل السياسي أول إخوان المسلمين لهم فاضل كبير جدا في الصحوة التي أرجعت الأمة إلى دينها وعلى ثوابته في مواجهة مخططات الاستعمارية بالإضافة إلى مصلحين آخرين ثم دخلت في المجال السياسي ولكن كان هناك ما يسمى بالتسيير الحزبي لدولة مثل مصر هل هنا هذه سداجة في التعامل لأنه حتى غلق السينيمات لا مش غلق ولكن السينيمات أو الفن أصبح ونعرف مصر والفن وما أدراك أم الفن في مصر أصبح يسيرها ربما الناس من الإخوان هم حطوا ضوابطهم من أول سنة يعني لم يمشوش بالعقل لا غرص صحيح لا معروف ما حدث في هذا أصلا كاش مطروح في النقاش في الجدال السياسي في مصر فخالمسلمون فتحين على كل هذه الأمور المشكل سياسي مشكل سياسي كلية يعني الإخوة المسلمين نجحوا بالانتخابات ما يقول لك ما عندهمش أخطاء عندهم أخطاء كبيرة جدا أخطاء كبيرة جدا من بين أخطاء سين جماعي لدولة لا شوف مشكلتهم توجد أخطاء في هذا المنحة ولكن خطأهم الفادح ما هو أنهم خرجوا من الثورة قبل وقت أنهم خرجوا من الثورة قبل وقت وهم ساهموا في أن تكون مرحلة انتقالية لمؤسسة العسكرية فقط المفروض في المراحل الانتقالية المرحلة الانتقالية تكون بالتوافق والمؤسسة العسكرية في قبل بكل تأكيد ثم بعد ذلك في الحقيقة لم ينجحوا في إحداث تحالفات كبيرة مع القوى المدنية مع القوى الفاعلة في المجتمع واعتقدوا بأن الاتفاق بينهم بين الجيش فقط هو الذي سيحل مشكل مصر بالطبع اللي في الحكم آتوا بهم إلى خرجوهم من ميدان التحرير اللي كان ما وزين القوى في صالحهم وجابوهم إلى مساحة الدولة بطبع الحال بالطبع لما تتأخذ الرئاسة وكون عندك البرلمان ومجلس الشعب يعني فأنت الصورة اللي عند المصريين بأن أنت الذي تحكم في حين أنهم لم يكنوا يحكمون حقيقة فأنا أقول لك لا شك أن الحركات الإسلامية بما فيها نحن حركة مجتمع السلام يعني جايكم يعني واقعة الحركة في كثير من الأخطاء وهذا شيء طبيعي لأنها تجربة جديدة قبل ما نجو الحركة أما أن نقول الحركة الإسلامية فشلت لم تفشل الحركة حركة الإسلامية كانت تسير لتطوير تجربها كما هي كل الأفكار التي برزت في التاريخ في بدايتها تعرف مشاكل وتعرف تعطورت ولكن تسلح نفسها الحركة الإسلامية تم الإنقلاب عليها لما حركة الإسلامية تم الإنقلاب عليها فهي لم تفشل فهي مونعت من نجاح دكتور أنت تحشيت أن تذكر جماعة أخرى أو بلد فيه إخوان مسلمين وصلوا إلى الحكومة سياروا الحكومة وطبعوا مع الصهاينا وهم من الإخوان المسلمين تقصد عدالة المغرب إذا تقصد الانتباع التنظيم لماذا لم تذكرهم دكتور لا ماذا لم تذكرت الإخوان المسلمين العدالة والتنمية لم يكنوا في يوم من الأيام إخوان المسلمين ولكنهم يحسبون نفسهم لذوق الناس يحسبوهم إخوان المسلمين وهم ينكيرون على من يقول لهم أنتم إخوان المسلمين يعني بصرامة كبيرة أنا أقول ل cybersecurity لهم لسا من الإخوان المسلمين بشكل واضح وصريح من يصرحهم بهذه شئなんです لا أبدا هم دائما ينكيرون على كل من يقول لهم أنتم إخوان المسلمين وللسا من الإخوان المسلمين تقول لي ضمن المنهج العام تعل X-1 islam يقول لك نعم ضمن المنهج العام تقارى كبير في الأفكار في المنهج ثم بعد ذلك لا يوجد في الجزائر من كان شديدا على حزب العدالة والتنمية لما مشألت تطبيع أنا كتبت مقالات تذكر المقال ودخلت في جدال كبير معهم مع ابن كيران ومع ثماني في جدال كبير لحنا أصحاب حق نحن نقول الحق يعني لا نخص كبير وكل كان ينتظر وكلنا كنا بمن فيهم أنا كنت أنتظر أن لا ترد أو لا تكتب علي حتى وجه انتقاداتي ولكن لقد كتبت نحن الذي يحدونه هو الحق معرفة الحق القلب والسليم ليس بينه وبين الحق يعرفه فقط نحن عرجنا على الإخوة المسلمين نترك تكلم عن الحقيقة على كل حق نقول الحق في ذلك الوقت أعود إلى حركة حمث تدعمتها أنت لعهدتين خلال هذه العهدتين حدثت الكثير والكثير من الأحداث كنت في بعض الأحيان معارض الشرس وفي البعض الآخر المفاوض مع السلطة صحيح صدق كنت تجتمع مع مسؤولين في السلطة أنا تحدث الآن لأنه مهما كان لا لا خذ راح كانوا ياخدوا مسؤولين في السلطة رسميين وهناك غير رسميين نعم بكتور عبد الرزاق مقري قبل من رحل هذه النقطة هذه المرحلة بالذات في عهد رئيس الحركة الأسبق مرحوم الشيخ محفوظ نحناح رحمة الله عليه وقد ما نقوله على الشيخ محفوظ نحناح لأنه قليل لأنه من ناس بالتاريخ اللي حقنوا دماء الجزائريين وضحى بنفسه وضحى بالحركة من أجل تحكم دماء دماء الجزائريين من طرف الدمويين رحمة الله عليه ويشهد له هذا ثم جاء الشيخ محفوظ نحناح مشا فيه كاين وين مشا وكانت له مرحلة شوية صعبة مرحلة جاء الشيخ أبو جرى سلطاني مشا مع السلطة أو ما يعرفه بالتحالف رئاسي عندك ثم جاء الدكتور مقري وفك هذا الارتباط أصبح معاديا للسلطة ثم عاد ليلتقي مع السلطة وهو معارض للسلطة الشيء هذا خلقناحنا ربما النوع أو الناس حتى الناس اللي ينتقدوك ولا ضدك قال الكراوي العب على الحجرين نعم أشوف الحركة حركة مجتمع السلم عرفت تجارب متعددة ومتنوية نحن عرفنا المعارضة الشديدة في وقت الشيخ رفض نهنها من اللي كنا نهنها صغر في السن يعني فهو بالطبع كان معارضة شديد ودخل السجن يعني وكان معروف القصة يعني ثم بعد ذلك أصبح معارض سياسي أقل أقل تشدد أقل تشدد يعني وبعدين وصل في مرحل مراحل إلى أن أصبح يعني ضمن الحكومة وشجع على أنه يجب يعني خلق هذا التحالف الوطني الإسلامي اللي بداي يبرز في 1989 على كل حال منذ بداية التعددية فكرة التحالف الوطني الإسلامي نحن أدركنا بأن البلد في الحقيقة يصلح حينما يجتمع الوطنيون والإسلاميون وأنا عجبتني كلمة كان يقولها سيد بن حمود الأمين العام السابق لجب التحرير يقول إحنا وإياكم نفس الشي فقط ثم تقولوا أنتم حزب إسلامي وطني وإحنا نقولوا إحنا حزب وطني إسلامي وفي آخر ما طرف نفس الشي يعني هذا الفكر توصلنا إليه مع الشيخ معفوظ نحناح وحاولنا بذن مجهود كبير أن يقع هذا التقارب يعني بشكل دائم وبعد ذلك انتقلنا إلى الائتلاف الحكومي في وقت الشيخ بحفوظ نحناح على كل حال حاولنا أن نطوره كان الائتلاف الأول كانت وقت الشيخ مش في وقت الشيخ بجر كانت في وقت الشيخ بحفوظ نحناح بلطب حاولنا أن نطوره في زمن الشيخ بجر أن يكون تحالفا وطنيا وأنا كنت واحد من الثلاث الذين تناقشوا وثيقة التحالف الوطني مع الأفلن الأرندي كنت أنا والأخ Watson الإحمد الداني يعني إحنا في ثلاثة اللي كنا نناقش الممثلين نتعال الأرندي وممثلين تعالى الأفلان لا أذكر أسماءهم ربما ما يحبوش ولكن هذا موجود في أرشيفنا واتفقنا على قواعد كيف يكون التوافق الوطني وفي البداية كانوا هم رفضوا بعد ذلك قبلوا خالفوا كل اتفاقات التي اتفقنا عليها أنا أذكر أن الشيخ بوجرخ خرش تقارير سموه هذا الوقت تقارير سود يعني نقطة نقطة أكد فيها بأن جبت حرير الأراندي والسلطة بشكل عام لم يلتزموا ببنود التحالف الوطني فبدأ أي شكل تملموا لداخل الحركة بأن هذا التحالف لم يحقق أهدافه وشركائنا لم يلتزموا بهذه البنود والحركة تضررت يعني جايت جاوزت مراحل أن أبو جرى سلطاني كزائم حمس كان وزير كان مرغول كان من حمس وكان وزير ذمن المرحلة التي كنا في التحالف الوطني ولكن في تقييمنا بأن هذا التحالف لم يحقق أولا أضرب الحركة نحن تمزقنا في وقت وجودنا في الحكومة خرجوا لكم ثلاث أحزاب يعني في وقت وجودنا في الحكومة تتمزقنا يعني يعني خرجوا منها كما تقول يعني حزبين واحد من الحزبين هو انقسم على نفسه مرتين يعني صاروا ثلاثة ثلاثة أحزاب يعني كذلك يعني صار رمزيتنا يعني تراجعت بشكل كبير جدا مؤسساتنا العريقة التي أسهل حركة صارت مشقة عن نفسها وصارت بعض منها في منيدنا يعني وصرنا في وضع خطير يعني الحركة كانت راح تنتهي تتلاشى ولم ننفع البلد لم ننفع البلد بدليل أن نهاية هذا التحالف الوطني هو بوروز عصابة عن طريق الرئيس السابق وإحنا موجودين في الحكومة يعني أنت لما تكون موجود في الحكومة وزارة كانوا في حمص رون السجن هذا ما تكتب هذا واحد فريد يعني وخرج من الحركة يعني إحنا في آخر المطاف وجودنا في الحكومة اشهدنا يعني صناعة عصابة كبيرة عصابة خطيرة حتى لما حاولنا نصلح من خلال المشروع الذي أطلقه الشيخ بوجرد في ذلك الوقت فساد قيف ضرب ضرب قاسي يعني بودفريق امسح الأرض في ذلك الوقت بالحركة وبقائدها يعني فقط لأننا قلنا لازم الفساد يتوقف يعني أصبح وإحنا في الحكومة الفساد الأمور الإيديولوجية صارت خطيرة يعني متى جات اللجنة بلما انخروا اسم صاحبها مشهور صاحبها على كل حال في وقت شيخ محفوظ نحنا تشكلت يعني لجنة يعني اللي بدأت تصفي يعني تصفي في التوجه العربي الإسلامي للمنظومة التربوية وبدأت طيار علمانيا توغد داخل الدولة بشكل كبير جدا إلى أن أصبحوا نحن موجودين في الحكومة وعندنا وزيرة في الحقيقة الناس كلهم يعلمون توجه وانتح يعني إذن في آخر المطاف النتيجة التي كنا نقصدها بتقوية الحركة وإصلاح البلد لم تتحقق فوقعت ملمو الكبير والخروج من الحكومة سبيلا مش في وقتي الخروج في الحكومة كان في 2012 وانا لم أكن رئيسا ولكن المؤتمر يعني المؤتمر في 2013 بعد ما خرجنا من الحكومة المناظرين قالوا طيب إحنا مدام تحاليل واستشرافات تعسي عبد الرزاق المقري تأكدت وإحنا خرجنا من 1997 في وقت الشيخ أصبحت مقتنى بأنه يجب أن نبتعد على النظام السياسي قادر شبر لا نصادمه لا نصادمه نتفق في المساحات المشتركة مع الوطني ولكن لا نكون في الحكومة وكتبت وثيقة وكتبت وثيقة في 1997 وسلمتها للشيخ معفوض نحن ومشهور على كل حال فقلت لك لما جاء المؤتمر في 2013 المناظرين أدركوا بأن اللي كان هو أنا مش واحد يكونت أنا مجموعة من المناظرين يعني اللي كانوا يستشرفون ما سيحدث في الحركة وما سيحدث في البلد من خلال هذا الوجود في الحكومة التأكد باليقين بالملموس فاتجهوا إلى التغيير فإذا أنا أنا ثمرت مصار مش أنا اللي خلقت هذا المصار أنا ثمرت مصار أنا ساهمت في إنشائه أنا ثمرت مصار ولذلك بعد 2016 حركة يعني قوات وأصبحت يعني الله يبارك رمزيتها ارتفعت للسماء وأصبحت واسترجعت مؤسسات وبالت مؤسسات جديدة وحقت نجحت في الانتخابات يعني إحنا بعد خروجنا من تلك التجربة يعني بكل تأكيد الحركة نمت في كل على الأصعيدة كلها على مستوى الرمزية على مستوى الأجيال التي جاءت من بعد الشباب على مستوى المؤسسات على مستوى النتاج الانتخابية الحركة والاستقرار والرمزية بكل تأكيد مش معناه بأن المرحلة الماضية هذه السابقة لم تأتي ثمار لا على المستوى الاستراتيجي كان ثمار احنا ضحينا بحزبنا في البداية من أجل استقرار البلد وحنا مش نادمين على أننا نساهمنا في استقرار البلد نعم ممكن احنا طولنا طولنا أكثر من اللازم في وجودنا في الحكومة طولنا ولكن في البدايات كانت خيارات استراتيجية نتحمل مسؤوليتها وحنا ساهمنا ساهمنا في وقف ساهمنا في وقف نهيار الدولة شوفها يعني جايك لها النقطة لم يكنش واحد يزيد علينا في الساحة الحزبية لم يكنش واحد يزيد علينا احنا لما الدولة كانت تترنح كانت ضائعة احنا لكنا ندافع لها ما كانش فيها ما كانت الأحزاب بتاع المولة هذه كلها كانت مش موجودة كان حزب نحترم وهو نقدره وهو نحترم قادته في ذلك الوقت كانت في المعارضة وحزب آخر ما كانش موجود أصلا يعني تتكلم عن جبه التحرير كانت في المعارضة في ذلك الوقت أنا موافق على التوجه اللي مشى لها سيمهري لأنه كان لازم كان لازم جبه التحرير يعني تعاود تبني روحة من خلال وجودها في المعارضة ولكن الحاصيل لأنها كانت في المعارضة لما كانت الدولة تترنح والأرمدي ما كانش موجود الأحزاب هذه اللي راهي موجودة الآن والدور حول السلطة هذا كلها ما كانش موجودة الحزب اللي كان واقف بامتدادات الوطنية وبشبكاته الدولية هي حركة مجتمع السن تتروح الآن اليوتيوب أكتب عبدالرزاق مقري 1993 يخرج لك فيديو كيف كنت يعني في معركة مع شبكة التطرف في الشيكاغو أدافع على بلادي ودافع على الدولة على بلادي ضد كل هذه الانهيارات وكنت بجنب الشيخ احنا كنا قدينا هذا الدور وماناش ندمين عليها ولكن للأسف كما قلت للأسف يعني هذو الناس يتحالفنا ما فيهمش الخير ما كانوش أوفياء ما كانوش أوفياء ما كانوش أوفياء النظام السياسي لم يكن وفيا لم يكن وفيا لتضحياتنا أنا عشت هذه التضحيات احنا كنا مهد أنا كنت مهد من طرف الإرهاب أنا كان محكوم علي بالإعداء من طرف الإرهاب يعني الشيخ محفوظ نحنا تعرض استحل أدمك تعرض لمحاولة تغتيال وحدة منهم أنا كنت معاه كنت معاه معنا كانت في مكان بعيد يعني في بيل كور وانا ده كان حزب الواحد الإسلاميني كانت يعني هؤولي الناس يتحالفنا ما كانوش فيهم الخير ما كانوش أوفياء وذلك المؤمن ولا يلدهم من دخل المرات يعني البعض يحاول زياد يعود التجربة هي كما قل إنشتاين نفس النتائج تؤدي نفس المدخلات تؤدي نفس المخرجات نفس الشيان لذلك نحن مش نادمين خذنا تجربة طولنا فيها وهذاك الطول هو الخطأ هذاك الطول والتماهي مع النظام السياسي في آخر التجربة كان خطأ فادح أنت لما تصبح أنت قرار حزب هو اللي يساهم في يعني في قابول فتح العهدات هذا الشي كبير هذا الشي كبير هذا الدار طورة داخل الحركات أنا بطفح من المعارضين أنا ومجموعة من الأخوة لكن المؤسسات هي المؤسسات يعني لما أحشوف لما أحشوف في عهد من أحشوف بيغض النظر على الحزاب بيغض النظر على الأشخاص لأن الشخص هو في آخر مطاف هو تابع المؤسسات نتاعه لا يمكن أن نحمل شخص ما كائنا من كان سواء في الجاب الإيجابي واللصيب نحمله كل الأخطاء لأن كان مؤسسات إذا المؤسسات ما أدتش دورها في المحاسب وفي المتابعة تحمل مسؤولي خليني نقول لك نقاط مؤينة لأنه نستنتج من كلامك ثم دكتور من ناحية الوطنية مشيتم لأنه حبينا ولكر أنا ندك من غير أو غير بدأ في تغيير أفكار لدى الجزائرين أنه هؤلاء الإرهابيين ليسوا بمسلمين أو جاءوا من أجل الإسلام أنا دك كانت حمس لأنه كان الحزب الإسلامي معروف كحزب إسلامي ودار ودار نقول بهذا لا يستند على أساس شرعي مش نقول مسلمين من ناحية ولكن في نفس الوقت في نفس الوقت في وقت نحن كنا نقوله بأن هذا السلوك خاطئ مدمر بلد وكنا نقوله بأن السبب الرقم واحد هو النظام السياسي لما شوف لما النظام السياسي هو يعني يتسب في التلاعب بالمكونات السياسية قبل الانتخابات الشرعية التي ألغيت ثم يلغي الانتخابات ماذا تتوقع أنتها يعني احنا كنا وكفين على ميزان الحق نقول للمحسن أحسنت والمسيئة أساس احنا ديننا ما كانش يسمح لنا أن نسكت على قتل الجزائرين وسفق دماء الجزائرين ولو باسم الدين نعم وما كانش ضامرنا يسمحنا أن نسكت على النظام السياسي وأن نسانده في إلغاء الانتخابات أو في في سجن الناس في الممارسة السياسية بالطبع أنت لما تشوف أنت لما تكون تحب تكون واساطي كما يؤمرنا الإسلام الأطراف ستعاديك المتطرفين على اليمين سيعادونك والمتطرفون على الشمال سيعادونك ولكن أنت لما تصبر تنجع والدليل الزمن اشتغل في صالحنا الزمن اشتغل النظام السياسي تبهدل وصار يسمى عصابة ومالذك موش خارج لذك موش خارج والجماعة هذو ما نتخلوش في مهامهم كذلك يعني وراموا يتمنى وكثير من قادراتهم يتمنى ومشأوا على خطنا يعني الزمن اشتغل لصالح نهجنا لأن نهجنا صادق أولا صادق يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى خدمة البلد ونهج سليم نعم نهج سليم لأنه يقوم على بيان أو نوفمبر وعلى رأس جمعة علامة المسلمين وعلى فكر إخوة المسلمين فكر إخوة المسلمين فكر معتدل ووسطي أني جايك لها احنا منهجنا شوف منهجنا احنا هو الذي أنقذنا وأنقذ البلد وخلانا في هذه الأريح اللي رأنا فيها نعم ديتوا مناصب وزارية ديتوا أنا داك كذلك مقاعد في البرلمان وانصبحت تالت قوى سياسية بعد الأفلال ألان ديتم أنتم حمص أين هنا نكرات جميلكم شوف النظام السياسي ما أعطانا شكوطات النظام السياسي نحن نحقنا احنا نجحنا في الانتخابات تألف وتسعمائية وخمس وتسعين والناس اللي يزوروا الشيخ جاءوا ليه جاءوا ليه للمقر في خمس وتسعين الناس كبار في الدولة يقولوا الشيخ اسمحنا نحن الله غالب يعني كان لازم ننديل وقت سبعة وتسعين أعروفة سبعة وتسعين البرلمان أثبت أثبت بانتخابات مزورة أو جاك سيفريك هنا سيفريك يعني يبين الحقيقة نحن في وهران وحدها كان كنا 14 المقعد نحن دينا 12 أغلبية ساحقة والدينة الأغلبية أكثر من خمسين في المعمسة الوطني ونقصون المفروض نحن موش يعطونا وزارة واللازو المفروض نحن لا نسيرو الحكومة سبعة مفروض نحن لا نسيروها فهم منعونا من حقنا تعال أغلبية في البرلمان ومنعونا من تسير الحكومة بعد قال لك هاك وش علي هاك وزارة واللازو وزارة واللازو بعد قبل الوقت النار كانت شعلة وكانت تقدي والدماء كانت تسيد فبالطبع في وقت الشيخ لم ينظر إلى هذه المسألة تعال يعني ظلمنا يعني يعطونا حولنا حقنا يعني قال طيب احنا رأنا احنا هنا في وضع صعب يعني مهم نتعاون وكيف نسلك نسلكوا الحالة وخلاص الاخرين فإذا احنا بعد استمرت في أحد رئيس واحد عبدالعزيز بوتفليق العهدى اللولة حمس موجودة في الحكومة في العهدى التانية حمس موجودة في الحكومة العهدى التانية حمس موجودة في الحكومة على مدار 15 سنة لنتكلمات أنا رأيي معروف ومكتوب والمناظرين يعرفوه العيب مش أنا ترنعرفه رأيك في هذا الوقت العيب مش أننا كنا في الحكومة العيب أننا طولنا في الحكومة 15 سنة أكثر من لازم وما قدرناش نغيره ولم تتحمل مسؤولية إخفاقات الحكومة ندك لم يخرج الحزب بتصريح يقول نعم نحن كذلك نتحمل ما حدث طيلة هذه الفترة والشيخ هو أسس هذا الفكر الشيخ كان يقول نحن في الحكومة ولسنا في الحكم نحن نقدر نقول لك بكل صراحة نحن كنا خضرة في قشها صحيح مش عن مسؤول الوزارة الوزارة كان الوزير يقدر ينجح عندنا وزارة نجحوا وزارة نجحوا ولحقوا حتى لبيت نجحوا في قطاعهم نجحوا في قطاعهم ولكن لم يؤثروا على سياسة الحكومة ولم يؤثروا في البرامج نحن أنت تقول أنتم ما ركن في المعارضة لماذا لا حابنا نكونوا في الحكومة بعد انتخابات شرعية نحنا كنا جازمين نكونوا في الحكومة انتخابات شرعية السابقة وأعلننا سنة قبل انتخابة شرعية في منزل شهر أنا أعلنت بل لهذه المرة يجب أن نعود الحكومة لأننا كنا وثقين بلنا نجحوا في الانتخابات كنا وثقين وعلى بنة على بنة بالساحة على بنة بموزيع القو كنا مش دينا روحا نكونوا في الحكومة زوّر علينا في الانتخابات ما نظل وش نرجع لهذا الموضوع ولكن دينا كتلة معتبرة دينا كتلة معتبرة يعني الحزب الثاني طيب قلنا مدام دينا كتلة معتبرة احنا يستجينا هزينا ندخل له الحكومة ولكن اثناء الحوار مع السيد الرئيس الجمهورية ما اتفقناش على البرنامج وعطانا يعني اعطانا خمس وزارة من اربعة الى خمس وزارة وعلمت عليها في ذلك الوقت ما اعطاها للافاء لا 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 دينا اي حزب واحد اخر قلت له سيد الرئيس مشكلة لي مش مشكلة وزارات هل احنا عندنا فرصة ان نناقش البرنامج لتسير عليه الدولة وتسير عليه الحكومة ولا لا اذا احنا يرانا جزء من الدولة بحجمنا على كل حال احنا معنش ناس يعني مش واقعيين ولا كذا يعني اذا عندنا رأينا عندنا رأينا في البرامج كيفية تمشي الحكومة طيب احنا ما عليش نكون في الحكومة عندناش اشكال بالطبع هو سيد الرئيس ومن الحقه هو رئيس جمهوري على كل حال قال أنا هذا البرنامج نتاعي وصوتها للشعب احنا كذلك برنامج تاعنا احنا الشعب اللي صوت ولكن قاعدت قاعدت لقاءت بنتك لا اكيد قطعا هذا هو علاقة قاعدت وديها ما في اي مشكل احنا اسسنا الواحد ثقافة سياسية رائعة نقدر نقول لكي مش موجودة في العالم العربي ربما ربما انا استطيع ان اكون معارضة احنا منش ضد الدولة وحنا في المعارضة احنا منتمنى وش رئيس الجمهوري يفشل ولا الحكومة تفشل لانكي يفشل رئيس الجمهوري وتفشل الحكومة لبلاده كل فشلت ولكن انا حينما لا ارى النجاح نقول بل ما كانش نجاح لما انا ارى الفساد نقول كيف فساد ونطرح نفسي بديل نطرح نفسي بديل لما شوف انا نطرح دائما نفسي بديل وإلا لا معنى الممارسة السلسية كنت معارضا للسلطانة داك ولكن في نفس الوقت والتقيت بمسؤولين كبار رسميين نعم ومسؤولين سميوا بعد الحرك سميوا بالغير دستوريين نعم بعد الحرك انا ما يقول لك انا ما قلتهاش قبل الحرك صحيح وكنت ممارس مهامك الصحفي وما قلتش باللي هادي الشخص غير دستوري صحيح ولكن انا نقول لك ما سمي بعد الحرك انه غير دستور التقيت مع مدير العام للأمن الوطني أندك عبدالغاني الهامل متواجد الآن في السجن والتقيت بشقيق رئيس سعيد بوتفليقة من كان يلتقي بها أندك صحيح التقيت كذلك بمسؤولين أمنيين صحيح كنت تنسك معهم لا لا أنسك أنا أقول لكم ما يقال يا دكتور أحب أن أحكي لك القصة لا أحكيها لي لا أحكي لي لقاءاتها دوما لأنه أنا أقول لك ما قيل الآن يبقى ما حدثه أنت اللي توضحه للأس صحيح صحيح لقاءك نبدأ بلقاءك مع الهامل شوف أولا أنا كشخصية سياسية أنت لم تعلن عن هذا اللقاء سري باللقاء مع الهامل والله لا أذكر على كل حالة لا أذكر ولكن شوف لا أنا كانت عنده طابع خاص أولا أنا كشخصية سياسية كما هو أي شخصية سياسية كأي رئيس حزب فإنه يلتقي مع الجميع يلتقي مع السلطة بمختلف أركانها ويلتقي مع المعارضة بمختلف أركانها نعم ولا يستطيع أحد يفهم شوية في السياسة وعقله مجمول أنه ينكر هذا تنكر أن رئيس حزب يلتقي مع الجميع أنا مجد ولكن تكنت لهم أنا ذاك ما يلتقون بمن يعرفون أنا ذاك سميوا بشياتين لا أنا ضد الشيتاء وما زد الظليوم ضد الشيتاء أنا حشك الشيتاء نتقية منها أنا كي نسمع الشيتاء نقول لي ما نشفي عقلي لأنني نعرف الشيتاء خراب البلد الشيتاء هي انتهازية للأمانة الشيتاء شوف الشيتاء هي مصالح شخصية للأمانة أنا كنت حاضر خلال الوصحفية التي عقدها رئيس عبد المجلد تبون مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للأعلم وبدأ كلامه أنه لا يحتاج للشيتاء ولا للتملق يحتاج فقط أن الصحافة تكون وطنية تفضل شوف هو مشكلة ما هوش في الرئيس تبون وما هوش حتى ممكن حتى في أي رئيس آخر ربما المشكلة في الشيات رب يشقول فاستخف قومه فأطعوه يعني لما لما تتوفر الظروف يعني يعود كأنه الشيات هذا هويةها بنفسه هوية متدروعه هوية مصالح شخصية كانوا سياسيين كانوا سياسيين في المعارضة الشياتين يمريثون المعارضة الشياتين لا أريدنا أن ندخل يعني في المناكفة مع الناس على كل حال يعني ولكن نشوف مش عدتك يعني موارف تواجه دكتور لا 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 نحن لا نشخص نحن نلقر الأشخاص لا نحن لا نستهدف لا الهيئات ولا الأشخاص الأفكار كن عود أنا حاب نستهدف شخص يستهدف مباشرة يعني بشكل يعني أقول أن الحزب سياسيين يلتقي مع الجميع ويتعلمناها من الشيخ محفوظ الشيخ محفوظ ما كانش كالية ما يتلقاش معها الشيخ محفوظ كان يقول أنا أتحاول حتى مع الشيطان وحتى أحترى إسراء حيلا لا زبوت في الإقال تقابي محفوظ نحن نحق قبل ما كان يقول عبارة مشهورة عليه زعفة الناس قال أنا أتحاول حتى مع الشيطان نتحاول مع الناس كل هذه مدرسة الشيخ محفوظ هذه مدرستنا وهذا منهجنا نحن نلتقي مع الجميع وكل مسؤول التقيت به لسبب وأنا لم ألتقي فقط بالهامل يعني ألتقيت بالعديد عديد يعني من المسؤولين من الضباط ومن المسؤولين مدنيين ولكن كل حاجة عندها سبب أنا متذكرت على الهامل ليه أنا أرأت الهامل لأن وقعتنا محاولة اختراق أمني داخل الحركة اختراق أمني يعني أصبح هناك جهات أمنية سيفي يتكلموا باسم الأمن الداخلي يتصب المناظر لأنه جاتنا نحن جاتنا الأمن داخلي نعم هذا أنت تروحوا عند لا لا أنت تصل لك الأمن الأمن الوطني الأمن الوطني الأمن الوطني جاتنا جاتنا من مختلف الولايات بالليا والديرة هل جماعة وش كانوا يطلبون يعني لا ما تقولك التفاصيل كان هناك مشروع لضرب الحركة إذا لم تخرج التفاصيل ليس فايدا أنا يهمنا السؤال اللي طرحتم يهمنا التفاصيل عرفنا نحن بللي كينا محاولة تختير أخ داخلي طيب جمعنا الملف بالشهود تعالنا الولايات اللي خبرونا لمن نروح نروح للجهة اللي في رأينا نحن استهدفتنا محاولة للمدير الأمن الوطني طلبت اللقاء وستقبلني وقلت له هاو الجماعة هاو يدور في مختلف الولايات قال لي يا سعبد رسق أنا ما نخدم وش خدمه أخدبوش ما نشحنا مستحين نتلحوليك وجاب بعض مسؤول أخنا قلوا نحن نحطر موقع وناخد بوش خدمة أنا عارفت بللي كان جهة أخرى بلا ما نتخل في التفاصيل ورحت للجهة الأخرى وطرحت لهم نفس السؤال وعالمت بللي حقيقة كانت محاولة تختير أنا دافع على حزب دافع على حزب بكل شجعة وبكل جرأة وقابلت هؤلاء المسؤولين الأمني وقلتهم أنتم تعبثون بالأحزاب وأنتم تخربون البلد بهذه الطريقة وأنا قلت لهم إذا عندكم شي أيروح ويقول بفتوح إذا عندكم شي يتفضل وإذا عندكم شي يخدم البلاد حنا مفتح بفتوحين عليها جيت تضرب من تحت منهم وشكول اللي ما يعرفش في الساحة الجزائرية بأن بأن الأحزاب كانت ضحايا هذه التصرفات كنت تهاجم مباشرة شقيق الرئيس ندك سعيد بوتفليقة في 2018 كنت تهاجم بوتفليقة لا غير شقيق كنت تتكلم على الشقيق حتى قلين اللي فيديو اليوتيوب هم موجودين نعم ولكن بعدها التاقيت بشقيقه وهو مش مؤسس صحيح مش مؤسس ولكن التاقيت به من أجل ما قيل لا ندك كذلك أن الدكتور عبد الرزاق مقري وافق أو مشى في سيرة تمديد العهدة شوف أولا ثبته لقاعدة وبانبسطه لكل سادة المشاهدين في وقت الثورة جب التحرير كانت تحارب من فرنسا فرنسا وبعدين جلست معامل فرنسا مع فرنسا هل أنت لما تكون تعارض هذا نتكلم عن حالة القصوة على احتلال نحن وتشوف بأن فيه فرصة للحوار فيه تغير في موازين القوى تروح للجهة هذه اللي ركت عارض فيه ولا لما تروح تروح ليم رأسا بالعكس هذا شرف لنا هذا معناها الدليل نجاحنا السياسي بأننا كنا نمثل شيء أساسي في موازين القوى واستطعنا أن نجلس على الطاولة مع الرئاسة من أجل النقاش لمصحة البناء هذا من ناحية الشكل ولكن من ناحية المضمون توافقتهم في قضية تمديد لا لابد غير صحيح من ناحية المضمون ناس كل يعرفوا باللينا كنا عنصر فاعل في انتقال الديمقراطي لا يمكن واحد ومزافران انتقال الديمقراطي كان عنوانه الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليها أو المتوافق عليه أو المتفق عليها هذا أنت من الناس الذين لا يؤمنون أنه يكون هناك انتقال بدون توافق مع السلطة ما يمكن شي يكون لأن أحسن أنواع الانتقال الديمقراطي هو الحوار بين السلطة والمعارضة هذا أحسن انتقال وهذا اللي ثبتناه في محاضرتنا في دروسنا وهذا اللي مشاه عليه التنسيق جاءت 2017 توقفت التنسيقي احنا في 2014 رجعنا وحدا لنفس المشروع نفس المشروع بالذات ولكن أعطينا له اسم آخر اللي هو التوافق الوطني علاه لأن الإزمة كان زادت عمقت زادت عمقت أكثر اقتصادياً الصراعات الداخل الحكم انهيارة اقتصادية تراجع سعر البترول الفقاعة تعالفساد الرئيس أصبح مريض أصبح لا يحكم أصبح لا يحكم فإذا احنا طرحنا موضوع التوافق الوطني بالطبع الرئيس في ذلك الوقت ما أدري ربما هذه أول مرة نقولها لك ولكن قلتها كتبتها وقلتها في العد الرئيس في ذلك الوقت والعائلة المحيط القريب منه اللي عند خلص يمعه كان لا يريد أن يسير العهد الخامس كان يحوس على مخرج لأنه على باله بالمشوال يحكم وعلى باله بالأمر فلتة من يديه ويبحثون على مخرج في منطق سياسي في تجارب الانتقال الديمقراطي في ربعين دولة وكتين جهة الانتقال الديمقراطي لما يقع ضعف عند النظام السياسي فهنا تجيك الفرصة هنا تدخل في المفاوضات ويبقى تنتقل عليه حنا استغلنا الفرصة بودفريقاء ضعيف في حالة يرثلها يحوس على مخرج استغلنا الفرصة فهم يتلقفوا هذا التوافق الورطاني اللي كان يتحدث عن الاتقال الديمقراطي بالضبط كما في مظافرهم لكن الفرصة كانت مواتية لأنه ميتر الشحش لا 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 شوف حنا كنا نحن نريد أن نذهب إلى انتخابات حرة ونزيح لا لأنه لما مرض الرئيس بدأت بعض القوات وجدروحها باتخلفه وهي من نفس النظام السياسي من نفس النظام السياسي من طيارات معروفة على كل حال كانت توجد في نسل لأنه أمر معروف يسماعي العرب كانت قوى توجد في روحها باتخلف بودفريقة احنا قلنا لو بودفريقة خلفات وجهة أخرى قاوية من نفس النظام وربما أسوأ مما هو موجود البلاد راحة لسنوات فقلنا يجب أن نستغل الفرصة حتى نحدث انتقال ديمقراطي وشارك فيه الجميع ونمر بمرحلة إصلاحات إصلاح الدستور نعم نحن نطال في ذلك بنظام برلماني أو شبه رئاسي نعم يعني بحيث الحكومة تخرج من البرلمان لجنة وطنية هيئة وطنية مستقلة تنظيم الانتخابات نعم تعديل الدستور بالطبع تعديل الدستور قانون الأحزاب إلى آخرين فرئاسة تلقفت الموضوع أعطات إشارة لأحزابها أحزابها وكل أحزاب موالاتك في ذلك الوقت استقبلونا كي استقبلونا قلنا إذن كينا نيكو فابورابل كينا صاد إيجابي عندهم استقبلونا المرحلة الثانية رفعوا مستوى النقاش إلى أعلى من الأحزاب دارونا لقاءات مع مسؤولين مدنيين كبار تابعين البوت في اليقاء لا أذكر أسماءهم لأنهم قالوا ما أذكر أسماءنا يعني لا نريد أن نؤذي الناس يعني ولكن يلحق الوقت نتكلموا على أسماءهم سيأتي الوقت نتكلموا على أسماء والإطلاقين قالوا هم مكلفين من طرف الرئيس هذه مسؤولين كبار في الدولة مدنيين على كل حال مسؤولين كبار في الدولة قالوا لك نحن بودنا يعني أن نفهمو وش مقصودكم في التوافق الوطني وكذا الأخرين بعد رفعوا المستوى الحوار إلى مستوى الرئاسة عن طريق شقيق الرئيس شقيق الرئيس لم يكن غير دستوري شقيق الرئيس كان مستشار رئيس لكن سميتوا كنتم بعد الحراك باللقاء قوى غير دستورية لا مش هذا خطاب نحن مش خطاب نحن مش خطاب نحن لم نقول هذا نحن تكلموا على الحراك 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 نحن تكلموا على الحراك دخلت في المنافسة السياسية كل شيء وصبح وارد نعم فإحنا هو كلف قلت له أنت تتكلم باسم من قلين تكلم باسم من باسم الرئيس وكاننا بجوارنا في القاعة يعني كان في الفيراش على كل حال ما ندخل في تفاصيل أخرى لأنها غير إنسانية على كل حال يعني يعني كان في الفيراش شفتوه ما ندخلش في هذه الأمور لأنها أمور غير إنسانية هذه كانوا في الفيراش في الفيراش فتخلنا في النقاش معها باسم خوه قال للرئيس لا يريد العهد الخامسة ويحوس على مخرج ولا فهميا أنه كان فيه بعد خوف العاقبة وكان فيه بعد وبالنسبة لي يقولك أنا الدستور اللي درته لي ضخم ولا يجب أن يكون رئيس بعدي بهذه لازم أنا أخر رئيس بهذه هذه الصلاحية الضخمة كان عنده حرص لتغيير تغيير الدستور وكذا ودخلنا في النقاش قال لي تمشي مع عودة الخامسة قلت له مهبون نمشي معك أنا في العودة الخامسة أنا أصلا هذا المصاري معك كل باما تكونش عودة الخامسة قلت له لا لا يمكن أنا اقترحت لك اقتراح نأخذوا وقت ست شهر أو شوية أكثر منه ندروا فيها إصلاحات الروح والانتخابات ما يترشعش فيها بوتفليقة هذا هو الشرط مكتوب مكتوب ومنشور ما يترشعش فيها بوتفليقة والروح والانتخابات حرة هذا هو فرصة الجزائر اللي ضعت واللي ضيحها وشكون اللي ضيحها هم الناس اللي رفضوا من داخل الدولة وكذلك الجهات الأخرى التي كانت في ملاكفة في ملاكفة مع السلطة ومع الرئاسة ومع القايد وكذلك الأخير هم اللي أصبح الصراع بنات مشكون اللي يورث بوتفليقة احنا ما كانش اقتراحنا مش بانورثوا بوتفليقة احنا كان اقتراحنا من أجل البلاد احنا كان اقتراحنا من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي احنا اقتراحنا كان من أجل إصلاحات حقيقية ولكن اللي كانوا متصارعين داخل الدولة وامتدادهم داخل المجتمع اللي كانوا متصارعين على وشكون يخلف بوتفليقة ومن يفزدوا على فرصة حركة مشان عسلم قوّنتم كحمس وكدكتور عبد الرزاق مقري لأنكم رفضتم مقترح المرحلة الانتقالية شوف نحن نباد رفضنا المرحلة الانتقالية لأن المرحلة الانتقالية جوهرها اللي كانوا طارحيونه والجماعة عن المرحلة الانتقالية أنه يجب أن يكون مجلس تأسيسي معين وش من الديمقراطي هذا مجلس تأسيسي معين؟ ما كان شو واحد دمر منهجياً وفكرياً وبليزارد لمو بوليتيك هذه هي فكرة المتحركة مشان عسلمة أنت كي تقول لي أنا نستغل الحركة بها ندير مجلس تأسيسي معين وش كول لي عينك؟ من سيعينك؟ إذا تقول لي عينني الجيش إذا أنت رك ضد الكلام اللي تقول فيه رك ضد التمدين وكذا الاخرية من يعينك؟ كي تقول لي إحنا رأنا في ثورة شعبية سلمية وتقول لي أنا ندير مرحلة الانتقالية بالطبع لأن كان الناس تحوذوا على الحركة وهي تيارات إيدولوجية معروفة ما تنجحش في الانتخابات عادة تنجحش في الانتخابات عادة أرادت أن تستغل الوضع أن تستغل الوضع وضعه في الدولة وتمركزها يعني في مكان أساسي في الحركة أنها تفرض علينا مرحلة انتقالية بمجلس تأسيسي معين لا يمكن أن نقبل هذا يعني هل لما أقول أنا بأن مجلس تأسيسي معين هو غير ديمقارة معنا نخائن البلاد بالعكس أننا ندافع البلاد وهل تشوف الآن كما رحناش المرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي أحسن من أنه كرحنا هذه المرحلة نحن منهجنا هو اللي كان يستجم البلاد وهو التوافق الوطني نجلس مع بعض نعم نحن 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 مع بعض ولكن للأسف لا نسمعون جايك المرحلة أخرى رئيس عبد المجيد تبون انتخيبك رئيسا للجمهورية نحن عرف كلنا ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية نداك الكل كان يشاهد تلك ربما السينما التي كانت مارسا نداك حتى الدقيقة حتى عشية الإعلان أو حتى ساعة قبل إعلان الانتخابات الكل يشهد ما حدث نداك بعدها بدأ لقاءاته مع الأحزاب السياسية حمس كانت دوما ربما في الريادة ممن يستقبلهم رئيس من اللقاهم الرئيس عبد المجيد تبون هو عبد الرزاق دكتور عبد الرزاق مقري في نظركم لماذا هو يختار يتلاقى أكثر أو لقاكم كأكثر كأكثر حزب اللقاه على الأقل ومؤخرا تلاقيت به وهل تشوف أن رئيس الجمهورية الآن يستمع للمعارضة وأشوف أنا ما عنديش جاوب لسؤالك في شقه الأول هو ربما رأي يلتقي بحسب معارضة باعتباره في الحكومة مع بعض ربما عنده حزب الموالات ربما رأي يلتقي بهم أنا ما عنديش معلومات ولكن هو بالطبع مصالح الرئاسة كان دائما حريصة يعني الشفافية وأنا كذلك كنا حريصين الشفافية حتى ربما يعطي رسالة يعطي رسالة بأن لا توجد مشكلة مع المعارضة ويمكن يعني لأننا نرى الحزب الوحيد معارضة الآن في الكتلة البرلمانية الكتلة البرلمانية المعارضة الوحيدة حتى من ناحية النشاط السياسي وبالتالي هو استقباله للمعارضة ويخدم الدولة ويخدم الدولة يعني في الداخل وفي الخارج حتى في الخارج يخدمها شوفوا البعض يقولون أنتما في الحقيقة لما تلتقوا مع الرئيس تعطوهم مصداقية وتبينوا باللي كان ديمقراطية في حين ما كانش ديمقراطية ما تنسمعولوش نحن نشتغل في الهوامش المتاحة ما دام هذه الهوامش متاحة لا تتصدم مع ضمائرنا ومع مصاحة البلاد ومصاحة حزبنا لذلك أنا إذا النظام السياسي يستفيد من مبادراتي أنا كذلك استفيد نحن نشوف الحركات الإسلامية والسياسة فيها تجارب كبيرة كان حركة الإسلامية مشات للانتهازية ومشات للتسيب يعني والانبطاح لكل الأنظمة يعني بالطبع كان كان واحد المبرر عند هؤلاء ما دام مكاش ديمقراطية وإذا نحن لا نتبعوا في هذه الانتخابات نحن نمشي مع السلطان والهوامش يعطينا السلطان نمشي فيه ونحاول نغيره من داخل هؤلاء ما قرأوا التجربات على العدل والتنمية في المغرب ما قرأوا تجربتنا نحن كذلك في اللي كنت نحكي لك اليها وكيف لم نستطع أن نغير فهم يكررون نفس التجارب وسيصلوا لنفس النتائج وهناك الشق الآخر الشق الآخر يدخل في الصدام مع النظام السياسي يدخل يعني في صدام يعني سواء العنف أو السياسي ويضطروا بعد ذلك إلى يعني يضطروا في بعض الأحيان إلى أدوات تخريب إلى تخابر معه ربما في الخارج ونحن خذينا طريق الوسط طريق الوسط لا هذه الانتهازية ولا هذا الصدام لا نصدم نظام السياسي ولا نندمج فيه خذينا طريق المقاومة السياسية ما هو يمارس حقه في المعارضة يمارس حقه الدستوري والقانوني والأخلاقي في المعارضة يمارس مبدأ الأمر معروف النايع المنكر سنة التدافع ولو لا دفع الله الناس بعضهم لبعض ولكن في نفس الوقت ما نشف صدام مع النظام السياسي ما نشف عداء مع النظام السياسي نحن نفل بلادنا في أخر مطاق والعداة والصدام بيننا وبين النظام السياسي لا يخدم البلد إذن نحن صحيح مساهمين في واحد المشهدية تعطي سيرة ديمقراطية في حين أننا ما وصلناش للسوء ديمقراطيك ما وصلناش إلى المستوى الديمقراطي الحقيق ولكن هذه السياسة السياسة تأخذ وتعطي يعني اللي تتنفس معاه يدي منك حاجة وانت تتدي منه حاجة والعبرة بالصبر والمواضبة والعمل والزمان إن شاء الله رايج لكل صار على الخير إن شاء الله نعم سأتي معك إلى سئلة خليني نبرد شوي أقلب علمانيين ومن يحبون عبدالرزاق المقري أو عندي أصدقاء علمنيين بالمناسبة ما عليش خلييني نبرد لهم شيء هذا الدعاء هذا الدعاء هذا الدعاء حتى لا نكون شنالي خلقته هذا الدعاء بالعكس ما قالوا أكثر من هذا قالوا بالرعي تمول فيها قطر و تمول فيها أرضو كل كلام هذا قيل هذا كلام اللي يقولوه ماهمش بصدقينه مش بصدقينه ثم لو كان هذا الأمر حقيقي الدولة ما تعرفوش وهل الدولة تسمح لأي حزب يكون عنده ارتباطات يعني عضوية بهذا الشكل و يأخذ تعليمته من الآخر ثانيا احنا منهجنا منهج وطن واحنا معتزين ببلادنا احنا اشوف في المنهج في المنهج لا معروف على الإخوان انه عندهم تكتل متماسك يعني تلقاه في تركيا في قطر تكتل مسلمين لك تحكي عليها ما عنده حتى علاقة بأردوغان ما عندهش علاقة بأردوغان وأردوغان بالمناسبة لا يتعامل مع الأحزاب المعارضة أردوغان يتعامل مع السلطة لأنه هو منطقه اقتصادي أسواق ويقول لك أنا مش حتى نتعامل مع نظام سياسي نتعامل مع معارضة نظام سياسي ويغلق لين أسواق هم برقماتيين لا ولكن هم برقماتيين لا لما عندهشوف الحاجة الوحيدة اللي قدمها الإخوان المسلمين أنه استضافهم يعني كهربورة هم موجودين في تركيا نهدر على الإخوان المسلمين المصريين والسوريين نحن هنا في بلادنا الحمد لله بلادنا مفتوحة ونحن نحن في حالة تشدد وذلك السراع حالة الرياحية والعلاقات الطيبة بين الطيار الإسلامي ومختلف الطيارات الأخرى ومع السلطة العراقية جدا جدا نحن أشوف نحن مختلف القوى السياسية الأخرى والإيديو الأخرى صنعنا مدرسة مدرسة مثالية اللي راح موجودة في البلاد ثم بعد ذلك الناس اللي يتهمون هذه الاتهامات أنا شارعتهم في ثلاث مرات وغلبتهم في العدالة هذا الاتهامات اللي ترحيلها شارعتهم وغلبتهم في العدالة في ثلاثة كيف يمكن نغلبهم في العدالة هذا كلام يطلق ولكن هذه السياسة الرسول السلام قيل عنه كل شيء قيل عنه كذب قيل عنه بأنه شاعر قيل عنه بأنه يأتي يجيب في الخبر من عند اليهود والنصارى قيل له كل شيء تسمع كل شيء يعني سؤال آخر إذا سمحت سأطرحه إذا رفضت ما عليك إلا الكبس على الزير الأحمر يقال أن الدكتور عبد الرزاق مقري نصفه جزائري ونصفه ألمانيا ألمانيا؟ نعم يقولوا الوالدة ألمانيا لا 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 أنا ألمانيا زكية بنت الشيخ النذير الله يرحمه العالم تعالى العرقوب المفتي تعالى العرقوب أخوالها أخوالها نوم هيدي سيعلي اللي هو عوض في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أنا ألمانيا جزائري يا قحر أنا أول مرة في حيتي نسمحها وأنا والله العظيم هذه الفكرة اللي كانت عندي والله غير أول مرة نسمحها في حيتي لا لا هل دكتور عبد الرزاق مقري ربما أحزن على مغادرة مكتب مكتب رئاس الحرارة لا بالعكس أنا أصلا طلبت تقديم المؤتمر قبل وقته أنا هو اللي طلبت قبل وقته بالأمانة كان مؤتمر جميل جدا بلاحية التنظيم الشكل دياله ونعجبني الشكل دياله والمضمن دياله كنت شكرته بالأكس أنا في الحقيقة أولا أنا من صانعي مثلا في العهدتين أنا من صانعيها في بدايتها أنا من صانعيها ثم بعد ذلك أنا أديت الذي علي يعني أنا أشعر بكثير من السعادة وأنا أغادر الحركة لأنني خليت الحركة في وضع كثير من المناظرين القيالت يقول لك المرحلة التي هي تأسيس جديد الحركة يعني أين كنا ورّانا أين كنا ورّانا حركة الله يبارك منتشرة في كم الترب الوطني بهياكل قوية عندها هيبتها عندها رمزيتها استرجعت مؤسساتها وشبكاتها توسعت في الداخل في الخارج قيمة عالية جدا جدا وبعدين صعود الأجيال أجيال جديدة دخلت هواهو اللي راهم الآن في المكتب التنفيذ الوطني ربما ربما كلهما ربما كلهما خدموش مع الشيخ محفوظ نحن بشكل مباشر ربما واحد فقط يعني يعني هذا المؤتمر الأخير صعدوا جيلين لقيادة الحركة الجيل اللي بعدي الجيل اللي بعدي اللي منهم سيد رئيس سيد عبدالعلي حسن شريف يعني والجيل اللي بعده الجيل اللي بعده اللي كذلك على في المكتب الوطني يعني جيلين طلعوا أنا كشمة واحد يطلب يغادر منظمة بهذا الشكل بهذا المستوى يعني أنا خارج قد أنجزت إنجازات كبيرة أنا سعيد جدا جدا ومطمئن على الحركة كذلك مطمئن الحركة الحمد لله الله يوفق إخواني اللي يرام في قوده في الحركة وأنا سأكون سند لهم فيما يريدونه سأكون سند لهم والقصة هي قصة بلاد وقصة مشروع قبل كل شيء نعم مشروع وطني إذن سؤال آخر دكتور بعيدا عن الحركة الآن أنت بعيد عن حركة حمص معروف عليك تكتب مقالات وتكتب من الناس اللي نقرأهم ما لا نقرأهم لأنهم مش نحوصلك عليك أش أخطأ شو لها كده لا لا أنا نقرأهم والله نقرأ لك يعني المقالات ديالك كمشروع الآن كمشروع سياسي هل إنسحب دكتور مقالة من السياسة نهائيا أم سيعود سؤال تاني في عهد الرئيس راحب عبدالعزيز بوت في لقاء ورد عليك كثير مرات مناصب وزارية هل هذا صحيح؟ صحيح ورفضت عني وش مناسب لك نحيط لك مبدأ أنا مثلا مرة مرة يعني أنا كنت في فرنسا كنت مسؤول جالية فاتصل بي الشيخ محبوظ نحنا وقال لي بللي طرحين كانيبات فأنا تنفل هاتف يعني قلت له الشيخ يعني أول شوية ما اشتاش قلت له أعطيني فرصة فكر وردت لك خبر ما أقل من نصف ساعة يعني شاورت واحد ولا اثنين فقط يعني ورديت له خبر قلت له الشيخ لا أستطيع ثم فيها مرة أخرى يعني كذلك في وقته هذي كان غضب علي غضب شديد غضب علي بزاف يعني قلت له الشيخ أنا أنا أرفض أن أكون في الحكومة مش تزاهدا مش تزاهدا أنا شخصية سياسية يتطلع أن يكون في الحكومة في يوم الأيام هذا شيء طبيعي أنا الشيخ لا أنسجم مع التوجه اللي ما شاء ونتك تعرفني يا الشيخ لا أنسجم لا أستطيع أن أكون في حكومة في توجه أنا في سبعة وتسعة أنا كنت رئيسة كتلة البرنامانية وأنا الوحيد اللي ما صوتش على على ما صوتش على البرنامات الحكومة نعم وكانت فرصة أتيحت أعتقد كان أعتقد كان بالخدم هو اللي رئيس حكومة ولا كان رئيس حكومة هذه المرحلة ناقشنا ناقشنا يعني لعله أكون في الحكومة على لأنه عرض مشروع يعني في المستوى باللين نمشي إلى إصلاحات نمشي إلى فالحقق كان يعني كان في ترددك في آخر مطاف ما مشيتش في آخر مطاف ما مشيتش يعني هذه الحالات الثلاثة التي وقعت رأيك في المواقف السياسية للسلطة الجزائرية فيما يخص القضية شوف أولا نشوفك قاعدة عام لما الحزب يكون في المعارضة مش معناه كان لك حلو لا بيض مش معناه كل ملفات كان ملفات مشتركة ملفات وطنية مشتركة كان مواقف وطنية مشتركة ولما انت النظام السياسي الذي تعارضه يدير حاجة لصالح البلاد ولصالح ما يخدم الأمة بكل تأكيد بكل جرأة وبكل شجعة تقول بي هذا موقف صعب موقف الجزائر في قضية فلسطينية موقف مشرف وأنت كجزائر تمشي أي مكان في العالم تمشي وتهازى راسك بسبب الموقف الرسمي للدولة الجزائرية في قضية فلسطينية والموقف الشعبي ولكن أنا كإنسان في المعارض ما عنديش إكرهات الناس لي في السلطة لأن الدعم اللي راح موجود الآن للقضية فلسطينية هو دعم علاقة عامة دعم سياسي دعم سياسي إحنا لا يمكن أن نترك المقاومة لا تدعمها إلا إيران هذا ليس في مصرحة الأمة مشروع التهرير هو مشروع الأمة بالشيعة أنتاح وبالسنة أنتاح صح لما تصبح إيران هي وحدها اللي دعم المقاومة بكل بكل الأسليب وبكل أنواع يعني والسنة الدول السنة لا تدعم المقاومة ما رأينا راحين وحد الأفق صعب صعب مشروع التحريف الإسلام مشروع الأمة مش مشروع الشيعة فلذلك يجب على كل الدول مش للجزائر فقط أن ترفع المستوى إلى دعم المقاومة إذا ما يقدرش دعم المقاومة على الأقل سيدي يدعم المنظمات المؤسسات التي تخدم نصار قائل إن شاء الله ما يزيدوا شي يطبعوا فقط لا لا الحمد لله شوف الجزائر شوف الجزائر موقفها مشرف موقفها مشرف وهي خيار البلدان وهي خيار البلدان وهذا الشيء رفعنا رأسنا به ولكن أنا من واجب نقول لهذا غير كيف دكتور عبدالرزاق مقري حديث معك شيق جدا وكان الحديث معك شيق برك الله وبرك والله العظيم أتشرف دوما بدعوتك ولو أنه هذه المرة ربما الأولى لعدعوك في برنامج مثل هذا أعرف طيبة قلبك الله يحبك ومواقفك الوطنية الله يحبك أكيد استفزازاتك وخراجاتك أنا أشوف أراني إنسان بحق طروعة في الدنيا في الأخرى ونفس الشيء تخون بواجبك نفس الشيء إذن شكرا لك دكتور عبدالرزاق مقرية أتمنى لك كل التوفيق في مصارك السياسي ومصارك الشخصي والعائل كذلك كل التحية وتقدير لبناء الحركة أختلف شخصيين معهم في التوجه لكن يعجبوني بزاف تنظيم ديالهم يعجبوني بزاف تماسك ديالهم وكذلك حتى قتلك من حيث الشكل والمضمون يعني بنيته مدرسة سياسية نتمنى من الأحزاب السياسية كذلك أخرى تكون تبني مدارس سياسية تمشي على مدارس العام وليست مثل السينما والأفلام غير في رمضان يعني أحزاب غير في المناسبات الانتخابية شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك إذن مشاهدين كراموا نهاية عدد اليوم من ستين دقيقة حقيقة اللي كان مفيد جدا مع الدكتور عبدالرزاق مقرأة ملتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيف آخر وقضية أخرى ومواضيع أخرى بحثا عن الحقيقة أبقى لنقولكم سلام شكرا لكم اشتركوا في القناة